السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة أعزائي كل أولئي الأمور على مستوى المحروسة أهلا بكم في فيديو النهاردة فيديو النهاردة بتناول حاجيات مهمة وجميلة وخطيرة جدا نخلي بالكم معي ما تروحوش في أي حتة لكن أحب أقولكم على الخبر دوت الهاشتاج يا جماعة اللي بتصدر تويتر دلوقتي بخصوص تعجيل الامتحانات يا رئيس مستشار الرئيس وكلامه عن الأزمة الحالية والتعليم هيكون شكله إيه خليكم معنا قرار الامتحانات والدراسة قرار سيادي يعني بإيد رئيس الدولة خليكم معنا وإيه سيناريوهات الترمي التاني هيمشي إزاي وهيصير إزاي الامتحانات ولا إيه خليكم معنا في يا جماعة هاشتاج دلوقتي يا جماعة بيتصدر كل تويتر ووصل عدد التغريدات فيه لزيادة عن نصف مليون تغريدة والتغريدة دي بتقول إيه خاصة بالامتحانات بتقول الامتحانات خطر يا رئيس الامتحانات خطر يا رئيس وطبعا الناس كتير بتستند للتغريدة دي طالما العدد بتاعها زاد قوي قوي لفوق النصف مليون تغريدة وبيقولوا إن أكيد مجلس الوزراء والدولة كلها هتستجيب لأراء وطلبات الشعب المصري حفظا على أبنائهم وبناتهم في الفترة القادمة وخطر كورونا الأستاذ محمد ناجي يا جماعة مستشار السيد الرئيس بيقول إن زيارة الأعداد يعني زيارة الأعداد متوقعة والإصابات هتكون متوقعة زيارتها متوقعة مع بداية نزول الولاد أبنائنا وبناتنا لامتحانات بعد يوم 20 فبراير فهو متخوف إن الأعداد ممكن تزيد وكأننا ما عملناش حاجة لكن يا جماعة ما نستنيتش الكلام دوت في مواقع كتير على السوشيال ميديا أخذت الكلام دوت وحورته وقالت طبعا إن خلاص يا جماعة ما فيش امتحانات وقررتها يعني إيه هتنقلب رأسا على عقب بسبب التصريحات اللي قالها الأستاذ محمد ناجي لكن الراجل بصراحة بيقول في تهويل كتير جدا بالنسبة لي المسألة ديت من جانب السوشيال ميديا وناس بتحب تفخم الأمور وبيبلغوا قوي قوي لكن بيوضحنا برضي بيقول إن الأزمة يا جماعة لسه إحنا بديدرس هنعمل إيه بالضبط وإيه الموضوع لسه على طاولة المناقشات أمام مجلس الأزمات بالوزارة عشان نشوف بالضبط إيه اللي هيحصل لسه ما فيش قرار نهاي بشأن هذه المسألة وطبعا يا جماعة صحة أبنائنا وبناتنا ده خط أحمر لا يمكن تعديه على الإطلاق وأصبح موضوع تعطيل الدراسة أو تأجيل الامتحانات على مستوى الجمهورية أصبح هذا القرار قرار سيادي يعني مش قرار وزارة بعينها ولكن ده قرار سيادي يعني في إيد السيد رئيس الجمهورية لما له من أهمية خاصة جدا جدا على جموع أبنائنا وبناتنا والشعب المصري بالصفحة عامة وهناك يا جماعة بعض السيناريوهات والتوقعات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وكلنا طبعا منتظرين المفاجأة الكبرى والمؤتمر الصحفي اللي هيعقده السيد رئيس أو السوري يعني وزير التربية والتعليم يوم 14 فبراير يعني يوم الحد الجاي وطبعا ده هيكون بالتنصيق أكيد مع وزارة التعليم العالي والسيدة وزيرة الصحة عشان يشوفوا الإجراءات بالضبط وخط يصير الفصل الدراسي الثاني وأبنائنا وبناتنا هيقدوا الدراسة والامتحانات إزاي بالضبط احنا طبعا منتظرين القرارات بتاعة السيد الوزير يوم الحد القادم لعلها إن شاء الله تكون خير لكن أحب أقول يا جماعة إن جود المؤشرات بتدل على إن الامتحانات قائمة إن شاء الله موجودة الامتحانات الامتحانات هتعقد بعد يوم 20 وإن غدا لنظره قريب ونحب نقول يا جماعة إن هناك مجموعة مني سيناريوهات اللي هو التوقعات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني ويصير عملية الامتحانات وصير الدراسة في الفترة المقبلة هنستعرض بعضها وأهمها في التقرير الجاي دلوقتي وده يصادر عن جريدة أو موقع يعني مهم جدا على مستوى السيوش الميديا كلها وهو موقع اليوم السابع ونشوف كده الاستعراض هينوه ويقول إيه بالزبط أكد مركز إعلامي لمجلس الوزراء عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري إن الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول سيتم عقدها في الموعد المحدد عقب إجازة متصف العام مشيرا إلى أنه تم التواصل مع وزارة تربيع والتعليم عقب انتشار شائعات خليب لكم يا جماعة أهو عقب انتشار شائعات في بعض المواقع الالكترونية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي عن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم ونفت خلي بالك بقى ونفت الوزارة تلك الشائعات وقالت الوزارة في ردها أنه سيتم عقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء أجازة نصف العام في 20 فبراير إن شاء الله وأنه في حال حدوث أي تغيرات في موعد امتحانات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من جانب الجهات المعنية وزيرة البيئة والتعليم قد أعلن في وقت سابق أنه لا نية لإلغاء أو تأجيل الامتحانات تحت أي ظرف مضيفا أرجو الاهتمام بالمذاكرة يا جماعة السيد الوزير بيناشد الطلبة كلها وبيناشد أولها الأمور برضو يا جماعة خلوا ولادكم يذكروا أرجو الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من جميع المصادر المتاحة طبعا تذاكر أونلاين تذاكر فيستوفيس يعني تذاكر لازم تذاكر استعدادا لامتحانات الترم الأول يعرف مصير امتحانات التعليم في الترم الأول والدراسة والسيناريوهات المتوقعة إن شاء الله في الفترة المقبلة طبعا بلقول هنا يا جماعة الخبر انتهت وزارة البيئة والتعليم من خطة امتحانات الترم الأول وعودت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اليوم السابع بيرصد في التقرر التالي بعض السيناريوهات المقترحة والمتوقعة والتي ملمقرر أن تعلنها وزارة البيئة والتعليم يوم 14 فبراير يعني دي كلها مجرد سيناريوهات متوقع صدرها والقول بها في المؤتمر الصحف إن شاء الله يوم 14 فبراير الجاري طبعا أول سيناريو يا جماعة هو عودة الطلاب من أجاز نصف العام بعد يوم 20 إن شاء الله على الامتحانات مباشرة نخش على امتحانات الفصل الدراس الأول وده طبعا بتتطلب أن الوزارة لازم تقلل جداول الامتحانات وآلية عقد الاختبارات قبل امتهاء الأجازة حتى تستعيد المدريات والدرات التعليمية وتواجد الامتحانات لطلاب النقل من سنة 4 متى دائل حتى الصف الثلاث الاعدادي ورقيا في المدارس ويتم توزيع حضور الطلاب بشكل مختلف بحيث يحدث عنصر التباعة وده شيء أساسي في موضوع الامتحانات بين الطلاب وتقليل للكسفات مع عقد امتحانات الصفين الأول والثاني السنوي ده بالنسبة للسنوي إلكترونيا لكن في البيت ولا من المدرسة الدوة إن شاء الله هيتطدأ في الفترة المقبلة ومن المقرر أن تتيح الوزارة للطلاب لامتحانات طوال اليوم حتى تمكنوا الطلاب بتارية الامتحانات سواء في المنزل أو المدرسة ده بالنسبة للسنوي تحديدا يعني في سيناريو تاني يا جماعة وهو خاص بطلاب الصفوف الأول الابتدائي أو صفوف الأولئاسي يعني من رياض الأطفال حتى الثالث بتدائي ملخص يا جماعة بأن ما فيش امتحانات تحريرية لهذه الفئة وأن المدرس من خلال لقاءه مع ولاده وبناته يعني الطلاب والطالبات في هذه المرحلة يعني هو اللي هيقيمهم ويستطيع المعلم كتاب التقرير أثناء فاطة الدراسة وبيسلم وإلى أمر نسخة من هذا التقرير السنويات الثالثة وهو تأجيل امتحانات لكن ده يا جماعة مستبعد لانية لدى الوزارة حتى اللحظة بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول أو عدم عود الدراسة بالفصل الدراسي الثاني طبعا خلص يا جماعة إن شاء الله العودة ثم العودة ثم العودة وامتحانات اللي هتجرى إن شاء الله لأن في عدد الكورونا على فكرة انخفضت مقارنة بالشهور الماضية كما أن الوزارة لديها تجربة ناجحة في عقد امتحانات السنوية العامة ده طبعا بالنسبة للسنة اللي فاتت لما تم عقد امتحانات السنوية العامة والوزارة نجحت طبعا نجاح باهر بفضل تعاون كل يعني يعني عناصر التربية والتعليم وعلى رأسها طبعا عنصر بشري من السادة المعلمين وطبعا وعدت منظومة السنوية العامة السنة اللي فاتت على خير فإحنا عندنا تجربة سابقة فإن شاء الله إحنا قادرين على إن إحنا نؤدي امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء الأجازة وإن شاء الله هنعديها بنجاح طبعا دي الوزارة بتقول الكلام دوت يعني فيه كمان سيناريو بيقولك سيدة وحدة وزارة تربية التعليم معود انطلاق الفصل الدراسي الأول ونهايته خاصة بعد التعديل اللي طرق على خريطة الزمنية يعني هنا يا جماعة بيقولك الخريطة الزمنية طبعا ايه اتأثرت بمجريات الأمور الحديثة حاليا على الساحة فممكن يعني الوزارة تقول هنعدل فيه الخريطة الزمنية بحيث نشوف يعني هنأجل تاني ولا مش هنأجل الامتحانات ممكن نخليها في فترة الزمنية محددة يعني طبعا ده كله لسه ايه على طولة المناقشات ولسه هيصدر بشأنها القرار النهائي في المؤتمر يوم 14 بإذن الله دي طبعا يا جماعة بعض التوقعات الخاصة بعودة الدراسة ملخص كل الكلام ده كل يا جماعة او حد يستمع لأي شائعات خالص الامتحانات ان شاء الله قادمة والقرار النهائي هنلاقيه ان شاء الله في يوم 14 فبراير طبعا صحة ولدنا خطة احمر لا يمكن تعديه على الاطلاق نذاكر يا جماعة ما نلتفتش لأي شائعات تقول ان ما فيش امتحانات لان في ناس لسه معتقدة بان فعلا ما فيش امتحانات ويسيبوا الكتب يا جماعة حتى لو ذاكر بيذاكر حتى بدون نفس لا يا جماعة شد حيلكم وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيوفاكم وطبعا النصيحة اللي انا بوجهها لكل ابنائي وبناتي في اخر الفيديو هو المذاكرة ثم المذاكرة ثم المذاكرة عشان ما تلاقيش نفسك بعد كده ان الكل او الاغلبية مذاكر ومحدى نفس الانتحان وانت الوحيد اللي شاز عنهم ومختلف عنهم خالص وانك انت ما ذاكرتش لا شد حيلك وذاكر وربنا سبحانه وتعالى اكتب لكم النجاح والتوفيق وإلى ان نلتقي في فيديو اخر لكم مننا كل التحية والتقدير وتمانياتنا الجميع بأنجاح وتوفيق والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته